اه القراءة يعني انا شايفة للبعض اه يعني كتير ظاهر عندي اه منفصلين حتى في الطاقة كتير ظاهر عندي منفصلين انت فيه توضع انفصال يا برج السرطان اه انت بتفكر في الشريك جدا بتفكر في كل حاجة حصلت بينكو اه ممكن كمان تكون دي طاقة الشريك هو كمان بيفكر فيه يفكر في ذكريات يعني الاكتر التفكير في ذكرياته او حاجات جميلة حصلت بينكو انتصال ده حصل كمان اه ممكن يكون اه كان فيه مشادات اه كلامية كان ممكن يكون حصل منك تطاول على الطرف التاني او الطرف التاني حصل منه تطاول عليك يا برج السرطان يعني كان فيه يعني اه كلام حاد بمعنى اصحة فيه غضب اه فيه كلام حاد اه فيه مع كده فيه زعل وفيه ندم اه على الكلام اللي تقال او على الكلام اللي انت سمعته او اللي انت تكون ممكن تكون انت اللي قلته وفيه ندم كبير فيه زعل اه فيه زعل على العلاقة ونفسها فيه زعل على الشخص نفسه اه فيه اه اه زعل على على ذكريات اه انت والطرف التاني اه يعني زيلتو قوية على اللي حصل او على الكلام اللي قلتوه البعض دلل بعض منك سبعا بس انا بقول الطاقة اللي ظهره قدامي في وقت الحالي. آآ بعضكم يعني ممكن يكون خصل علاقة ثلاثية او في اطراف تانية تدخلت في العلاقة. آآ انا في العلاقة دي مش شايفة علاقة ثلاثية. آآ معاكم. مش طرف تالت عاطفي بشكل واضح. لكن في طرف تالي. ممكن يكون الاهل. ممكن يكون الاهل تدخلوا. آآ ممكن يكون كمان لبعضكم. آآ حصل نقل كلام ليك او للشريك. الكلام ده كان آآ يعني عن طريق آآ مش عن طريق. يعني ممكن يكون كان غلط. يعني حصل آآ يعني في امور بالنسبة لكم ما كانتش واضحة. بعد اللي حصل ده كنه خسر رحيط. في حد منكم تايب العلاقة ويمشي منها تماما بس ماشي هو زعلاني. وهو حزيني. وهو مقصور يعني مش ماشي لا منتصر ولا مقصور ولا رايح لحاجة تانية ولا اي حاجة من الحاجات دي لحد لماشي من العلاقة سواء انت او الطرف التاني هو ماشي زعلان جدا. آآ ماشي زعلان وحزين ومآآ ندمان على حاجات كتير. ندمان على حب على عطاء على آآ على عشرة آآ عشان كده بقولي العلاقة دي فيها انفصال او الطاقة اللي مستحى قدامي حالان هي انا شايتها فيها انفصال آآ شايت الحد ده ماشي فيه حب عنده قوي جدا لكن هو عايز يسيطر على مشاعره آآ عايز آآ يعني عايز يخرج نفسه برا الحالة دي عايز آآ ممكن يكون ده انت كمان. ممكن يكون ده انت وممكن تكون شريكك بتتعامل مع برج اسط. آآ 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 وعايز بقى يعني سواء انت او هو بقى انت عايز تدي وش يعني عاوز تدي وش تاني خالص وتدين نفسك بصورة تانية خالص لا زعلان ولا مكتئب ولا حزين انت مسيطر انت قوي انت يعني عايز تحسس الطرف التاني بحالة همود عندك آآ آآ لكن لو حد يعني بيسأل على رجوع آآ في رجوع آآ في رجوع في حب متبادل آآ انت توقع مروح آآ هتحصل آآ يعني هيحصل آآ آآ التواصل تاني في الفترة اللي جاية آآ هيحصل آآ آآ رجوع بشكل افضل من الاول بكتير يعني انت عندك يعني طلعلك يا برج السرطون احسن آآ في العلاقات العاطفية اللي هو الثاني فانتكالس. تاني فانتكالس ده علاقة ونجحة مستقرة آآ فيها بتتيب آآ ماضي سيء وشاق جدا كان فيه متاعب ومشاكل كتير جدا كمان انتو بعضوكم كان عندكم مشاكل مادية في العلاقة دي كمان آآ كل ده بينتهي تماما في الفترة اللي جاية وهو ما اكيد مش هيكون في النص الاول من ستمبر لكن انت عندك علاقة آآ ممكن بعد ما توصل لحالة الاستشفاء دي او انك تكون مستقر او آآ انك تغير من آآ من انتباعك او انت بتفكر كمان ممكن يكون بعضوكم آآ فكر كتير في حاجات هو عملها في العلاقة آآ وحبي تغير من شخصيته ممكن الحاجات اللي انت عملتها في العلاقة تكون حاجات كويسة على فكرة بس جات عليك بشكل سلبي يعني تكون يديك اكتر من اللازم فانت في الفترة اللي جاية انت هتغير من نفسك جدا آآ يعني هتعد تستنى تشوف الشخص التاني او الطرف التاني هامل معك ايه هو الاول هيديك ايه هو الاول هيامل ايه هو الاول هيقدم ايه للعلاقة بعد كده انت هتكون آآ رد الفعل يعني انت مش تعمل فعل بعد كده ده الطاقة بتاعتك اللي انا شايفيها في الفترة اللي جاية ان شاء الله وعلى فكرة ده تفكير صحي يعني لو ده تفكيرك آآ ده تفكير صح لانه هو هيقدم معيك لحاجات كويسة جدا في الفترة اللي جاية آآ بعضكم ممكن تكونوا متبعدين تكونوا في صفر يعني انت في صفر او هو آآ في حد آآ فيكو مسافر او عايز يصافر آآ سواء انت او الشريك او يكون الطرف اللي مشي ده هو مشي آآ لصفر آآ ومشي لصفر ممكن صفر ده العمل او لدراسة آآ بعضكم كمان آآ آآ في حاجات آآ زي ما قلت انت بتدور جوه نفسك انت هتاخد وقت مع نفسك تدور جوه نفسك انت عملت ايه في العلاقة دي آآ هو عمل ايه آآ ايه الاحسن اللي يحصل يعني انت خد آآ لبعضكم هو خد الانفصال او الطاقة دي آآ شوية دخل فيها حاجات ايجابية ان هو يفكر بشكل آآ ايجابي بعضكم زعلان وحزين زعلان حزين منطوي بيفكر في الماضي آآ لكن الاكيد عندي في علاقة حب آآ كارتين بيأكدولي فيه رجوع لشخص من من الماضي آآ في زواج آآ في علاقة بعد ما حصل فيها تدخلات وحاجات آآ آآ صعبة كتير حصلت فيها وتجريح بكلام ممكن للبعض فيكو آآ يعني الشمس هتشرك على العلاقة زي من تاني على قدم الكراءة دي آآ فيها كروت آآ زعل وحزنه واتقاب وآآ وحصرة وندم فيها حاجات كتير جدا صعبة على قد ما هي فيها كروت كتير قوي جميلة يعني من احلى الكروت اللي موجودة في الثارو آآ موجودة في القراءة دي فعنا انت هو هيجي لك بعرض ان شاء الله الطرف الثاني او ممكن انت اللي تقدم العرض ده لكن في علاقة من الماضي فيها رجوع آآ بالنسبة للعزاب آآ آآ يعني انت ممكن يكون عندك آآ انت ممكن تكون زعلان دلوقتي بعضكو بيفكر في ارتباط آآ بشخص معين يعني في شخص مع معين في دماغك هو اللي انت بتفكر فيه ليل النهار مش شايف اي حد خالص غيره آآ الشخص ده في آآ بينكو ارتباط قريب ان شاء الله هيحفى الخطوبة وكمان الشخص ده بيحبك في خطوبة وفي ارتباط وفي زواج آآ بعضكو والشخص ده ممكن يكون هو يعرفه ممكن تكون شخص قديم ممكن يكون شخص انت تعرفه من الطفولة آآ ممكن يكون جار ليك او زميل في العمل آآ آآ المهم ان هو شخص معروف معروف بالنسبة لك اللي العزبين مش شخص آآ مش شخص جديد الشخص ده بيبادلك نفط الشعور يعني لو انت عايز تعرف هو الحد ده بيحبك ولا مش بيحبك الحد ده بيحبك جدا بس آآ لبعضكو هو مش بيبين يعني بيبين حاجة تاني خالص غير الجواء لكن هيحصل عرض حب آآ في الفترة اللي جاية ان شاء الله آآ آآ هيحصل ارتباط آآ آآ في زواج آآ العلاقة في ترسيم علاقة في خطوبة آآ للبعض منك للعزب للمنفصلين بواجه عام على القراءة هنا عامة آآ لكن آآ آآ في الفيديوهات اللي جاية هعمل القراءة للعزبين لوحدهم نشوف في ارتباط في الفترة اللي جاية او في حب او في علاقات في الفترة اللي جاية وللمنفصلين لو في رجوع او كده بشكل خاص هفصلها لكن حاليا آآ بواجه عام آآ في رجوع آآ في اشخاص هترجع من سفر او انت هتسافر لحد يا برج السرطان آآ آآ في رجوع لاشخاص من الماضي في حياتك واللي عزبين في ارتباط بشخص انت تعرفه كويس جيدا آآ يا كنت تعرفه من زمين لو انت دلوقتي ما 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 تعرفوش او مش في حياتك حد هيرجع لك شخص آآ انتو كنتوا تعرفوا بعض قبل كده آآ من فترة يعني او يكون شخص زميدك في العمل او يكون في نفس محيطك يعني في الحي بتاعت جارك كده آآ شخص ده بيحبك جدا لو انت بتحبه هو بيحبك دايما انت بتحبه آآ دي من ناحية القراءة العاطسية النسيحة بتاعتك للفترة دي يا برج السرطان آآ برج السرطان انت آآ بعضكو انا شايفك تعبين جدا ما بتنامش آآ آآ بتحلم احلام وحشة او مش قادر آآ او مش قادر تنام صداع تعب ارهاق آآ انا شايفها الطاقة لبعضكو انت كتير بتفكر في حد من الماضي نصيحتك سبها على الله ما تفكرش في اي حاجة خالص في الفترة دي انت عندك حياة عيدة جاية في الفترة اللي جاية ان شاء الله اخرج من الطاقة السلبية دي لو بعضكو عنده الطاقة السلبية دي اخرج منها تماما آآ ما تفكرش في كل اللي حصل آآ آآ زي ما شفت في الطاقة هنا في قولها سواء التجريح بالكلام ممكن كمان التجريح بالكلام يكون هو ده اللي تعبك او او ما خليك آآ آآ يعني مش عارف تنام آآ آآ ممكن كمان تكون العلاقة السلاثية اللي انا شفتها آآ لأ انت عندك مرحلة جاية سعيدة جدا ان شاء الله آآ فيها استقرار آآ 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 شوية هتحس ان في حاجة نقصك آآ لكن استقرار آآ آآ نقدر نقول عليه آآ كويس كويس لحد يعني الى حد المال لحد المال كويس جدا في الفترة اللي جاية آآ آآ حاول بعضكم ممكن يكون بيفكر في حاجة تخص مادة آآ 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 يعني استشير آآ يعني استشير حد آآ يكون آآ آآ اكبر منك او يكون حد كبير في ليلة او يكون آآ آآ يعني آآ حد تتصف فيه او آآ يعني اي حاجة من الحاجات دي المهم انت محتاج ان تتتمع لحد آآ آآ يكون عنده حكمة عنده حكمة وعنده مش تتكلم مع اي حد عشان انا شايفة لبعضكم هنا عنده حيرة فعلا محتار ومش شايف آآ محتار بين حاجتين ومش قادر يختار ومش قادر يقرر فممكن ده سبب ان النصيحة بتقولك استشير اسأل حد يكون عنده حكمة يكون عنده آآ آآ يعني عقل يكون اكبر او بيقدر يوزن الامور آآ حد يكون من العيلة كمان آآ ممكن كمان يكون النصيحة انك تتصلي وتدعي ربنا يعني هو اكبر حد لينا ربنا سبحانه وتعالى انك تصلي وتدعي ربنا وتقرب من ربنا هو هينور بصرتك اللي انت مش قادر تشوف بيها دي ربنا هينور بصرتك ان شاء الله وهتقدر تكرر وتقدر تخرج من الحيرة اللي انت فيها دي آآ الكراءة انتهت آآ نوعا ما ايجابية آآ بالتوفيق للجميع ان شاء الله ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلكوا الفيديوهات الجديدة اللي هتنزل ان شاء الله شكرا للمتابعة برج السرطان اشتركوا في القناة